السؤال اللي حير الكل اللي حير جميع العلماء والفلاسفة ازاي اقنع اهلي اجيب متسكلي خلينا متفقين ان السؤال ده غلط وان انا او اي حد غيري ما ينفعش يقولك انت تمشي على واحد اتنين ثلاثة هيبقى معاك متسكلي او انت في خلطة سحرية لو عملتها هتقنع اهلك ان هم يجبوا لك متسك السؤال اللي انت مفروض يسألوا لنفسك هو ليه الاهل بيرفضوا موضوع المتسكلي اقولك مثلا عن نفسي لما كنت بقولهم عايز متسكلي فلاقي مثلا والدي ووالدتي قولي يا ابني ده اسمه موتو سكلي موتو يعني الموت الاول بعد كده السكلي الموضوع خطر هو بتاعه ففكرة الاهل عندهم متكونة ان الحاجة دي خطر جدا تاني شي اهلك ابوك هم خصوصا هيخافوا عليك اكتر من عليهم زي ما بنقول الشخص الوحيد اللي في الدنيا دي كلها عايزك احسن منه هو ابوك فعايز اقولك برضو ان حدة الامومة دي هتلاقيها كبيرة جدا امك اكيد هتخاف عليك وانا فاكر امي على طول بتقولي انت مش هتحسك خوفي عليك لما تخلف وجودة انا يا امي انا عارف ان انت بتشوف الفيديو دلوقتي وانا عارف والله انت بتخافي علي وانا بحبك جدا والله المهم ان سيبنا من الحوارات العائلية دي ونرجع تاني بص يا صديق خلينا اقولك ان اهلك لما يشوفوك شخص مسئول هيتدوك عليهم حرفيا هيتدوك عليهم بس شخص مسئول دي يعني ايه تسمع كلامهم مش بيجبلوهم مشاكل كتير مش اه واحد طويش بيقدر الحاجة اللي معاه لما مثلا تاخد عربية والدك متتخورش بيها مش كل يومين ثلاثة عامل حدثة اصحابك اصحابك اللي حواليك حاول تنقين عشان دول فعلا يكونوا بوجهة ليك قدام اهلك يا صديقي حاول تنقل اصحابك اللي انت بتتعامل معاهم تاني حاجة احنا المعايير عندنا اختلفت زمان غير دلوقتي والمعايير دي بالنسبة لايه يعني مثلا كنت تلاقي مثلا يقول لك ايه ان مفيش بنت بتركب سكوتر والجودة والنقى دلوقتي ما شاء الله فيه بنات كتير وتشرف بعيدة طبعا عن الناس اللي بتغلس عليهم وهم سايقين ربنا يكون في عنهم بس فعلا فيه بنات كتير خدت الخطوة دي وبدأت تتشجع وجابوا سيفتي وجابوا سكوتر وبدأوا ياخدوا السكوتر كوسيلة مواصلات انت لازم تعائلها يعني مثلا هقول لك حاجة هتقول له اهلك لا طبعا انا هتكلم في نقطة معينة ودية الناس في مقدرتها تجيب لأولادها حاجة وانت باباك في مقدرته ربنا كرمه وماشاء الله يعني وقدر يجب لك متسكلة او عربية انت هتقول له انا عايز متسكلة فانت معلش قبل اي حاجة انت احسبها صح مع اهلك طبعا احنا عدينا نقطة اللي انت شخص عائل واهلك فعلا هيجيبوا لك الحاجة دي انت بقى النقطة التانية احسبها صحيح هل انا فعلا انا محتاجي المتسكل ده مثلا هشتغل عليه فانت ممكن تخش الاهلك بالنقطة دي والله انا عايز المتسكل عشان اشتغل عليه واصرف على نفسي والله انا محتاج المتسكل عشان هينفعني في الدروس عشان هينفعني في الجمعة بتاعتي عشان هيرحمني من زحمة المواصلات وبالنسبة لزحمة المواصلات ديت كان الطريقة اللي انا جبت بيها اللي سكوتر بتاعي انا ساكن في حتة بعيدة شوية تلت ساعة من اسكندرية عشان اركب مواصلات كان الموضوع بيبقى صعب بالنسبالي وصعب ان انا بلاقي مواصلات بالليل لما اخلص شغل لان انا طبيعة شغلي من 7 الصبح ال 12 بالليل فطبعا مواصلات دي كان صعبة جدا انا مش من نوع اللي هو بيجري على المواصلات وبيجري على المشاريع والجودة فده كان السبب الاساسي ان انا عايز اجيب حاجة تخفف عن الكلام ده مكانش معايا تامل عربية بس كان معايا تامل سكوتر وربنا كرمني وعملت جامعية من هنا وجدت السكوتر بتاعها ففي الاول كده تحدد اولويات ما يجيش مثلا انت في محافظة والكلية بتاعتك مثلا في محافظة تانية بتقولي انا عايز سكوتر عشان امشي بيه لا معلم انت كده معلش ده كده مش اولوياتك انت كده عايز تتمظر وهتتبهدد لا لو اهلك فعلا عرضوا عليك موضوع العربية هات عربية ولما ربنا يكرم الحال شوية وتثبت لهم برضه زي ما قلت لك ان انت شخص مسؤول هات الاسكوتر او الموتسيكل مفيش مشكلة فيا صاحبي تعال ان ارجع تاني لموضوعنا معلش انا كل شوية باوديك واجيبك بس تعال الخص لك الموضوع ده كله في كم نقطة اول حاجة اهلك لما يشوفوك شخص مسؤول هيدوك عينيهم زي ما قلت اتنين حاول تقنعهم بكزا نقطة طبعا عن دول اهلك وانت عارف الدخلات بتاعتهم واهلنا مش شبه بعض فانت عارف الدخلة اللي انت هتدخل بيها الاهلك ايه انت ممكن تخش لبك من دخلة معينة مش نفس الطريقة اللي هتخش بيها لولدتك زي ما قلنا الاسكوتر ده او الموتسيكل هيساعدك في الشغل هيريحك من بهدلة المواصلات هيكون حاجة تحت رجلك بتتحرك بيها وسعره احسن من العربية وحتى المصاريف بتاعته اقل من العربية بكتير انت دلوقتي عملت كل اللي انا قلت لك علي ده واهلك برضو لسه مش موافقين اللي انت تجيب سكوتر او موتسيكل زي ما قلت لك كل واحد عارف اهله وانا كمان كنت عارف اهلي لانا مهما اقول لهم مسلا انا عايز كزا عايز كزا عايز كزا كي حاجات عشان هم خلفين علي فعلا تمام وزي ما قلت لك اهلك مش بيرخموا عليك هم خايفين خوفا منهم مش بيعملوا الحاجة دي فانا قلت خلاص انا لما استقل ماديا واعرف اسرف على نفسي انا احوش واجيب الحاجة دي وفعلا دل حصل ربنا اكرمني لحد ما جمعت لمن وجبته وارده لهم بس اهم حاجة يا صديقي اكسم بالله دي اهم حاجة عشان في ناس كتير اعرفك بيعملوا نفس الكلام بروحوا جايبين للموتسيكل او اللي سكوتر ويخبوهم وما يقولوش لأهلهم ان هم جابوه اصلا فبالتالي اهلك مش هيبقوا راضين عليك لان هم مش راضين على الحاجة دي اهم حاجة جدعان اكسم بالله رضا ابو كما تاني اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة رضا ابو كما لان دوت اللي هيمشيك ويسطرها معاك بعد ربنا سبحانه وتعالى ما تخليش بقى كتر الزن على اهلك عشان يجبو لك الحاجة طبعا وانت بتقل ادبك عليهم معلش يعني اسف في الكلمة طول ما انت قليل ادب معاهم وبتزن وانا عايز ده وانا عايز ده وانا عايز ده اه هيجبو لك الحاجة بس هيجبوها لك وهم نفسهم من جوه مش راضين عليهم فهتلاقي ربنا اكسم بالله ربنا ما هيبارك لك في الحاجة دي ابدا سواء بقى كانت متسيكلة او غير ربنا مش هيبارك لك فيه وهتلاقي كل شوية المتسيكل بيعطل المتسيكل بيحصل لحو حاجة وهتلاقي نفسك بقى ايه اتكونت بقى في دماغك اه ده انا محسود ده انا مش عارف الناس بصاري اللقمة في ايد اليتيم عجبة والهبل ده معلش يعني انت مش محور لكون عشان الناس تحسدك والناس تبص الحاجة اللي في ايدك راجع رضا ابو واماك وزي ما انا قلتلكم لما استكلت ماديا جبت الي سكوتر وهم كانوا فعلا شايفين اللي انا قد يبقى تبهدل في المواصلات وقد يبقى تقخرة فلما اقناعتهم واعدت معاهم قلتهم هجماعة انا هجيب عشان واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اللي احنا قلناها كتنقطتي اللي هي الاساسية اللي هيريحنا من بهزل المواصلات. فدي كانت الدخلة اللي انا دخلت الاهلي منها. انت ليه? دخلة لاهلك انت لوحدك بس اللي عارفه. مش انا اللي عارفه. انت كل واحد فينا عارف اهله. مسلا تقول لي بابا انا مسلا لو جبت كزا في السنوية العامة. عايز هديتي مسلا سكوتر. طب نلقل لحاجة تانية. انا دلوقتي يا سيدي ماشي جبت اللي سكوتر. وعايز اجيب مسلا متسيكلي بقى. متسيكلي ريز بقى وعلي. واهلي برضو مش موافقين. لا او خطر وبتاع. واحنا جبنا لكم والكلام ده. تعال اقول لك بقى على تركيه كده انت ممكن تقول لهم. والله تقول لهم مسلا ان هو اسرع. انا عايز حاجة تكون اكبر عشان تكون سابتة. على الارض. وانا الكلام ده مش تركيهت والله وبنجدب عليهم. لا ده فعلا الحقيقة. الموتسيكلي اتقل واحسن من الكوتشات بتاعته اعرض. يعني انت مسلا لو خدت لقدر الله لقدر الله يعني لبست نقرة بالسكوتر ونقرة بالموتسيكلي. الموتسيكلي عشان كويتش عريض. انا بتكلم على مثلا الريسات مثلا. كويتش عريض انت ولا اكتنا كنت اكتناها حتت زلطة كده انت عديت عليها. لكن الموتسيكلي اتحس بيها. وممكن اقدر الله تقع. بديت بعض النقط اللي انت تقولها على الاهلك عشان يفهموا ليه انت عايز تجيب موتسيكلي. والله انا انا دلوقتي اتمكنت فانا عايز موتسيكلي. من ضمن النقط برضو اللي انت بتركز عليها. ما تكونش جايب الاسكوتر وانت ما بتلبس اصلا خوزك. لازم تثبت لأهلك أنا خايف على نفسي فعشان كده جايب سيفتي هوت ليه أنا من ضمن الناس والناس اللي قد بتطلع معي شاهد على الموضوع ده أنا كنت ملبس فول سيفتي على سكوتر 150 فأه الناس كانت بتضحك عليه يا عمه هو أنت سايق ألف أنا اشتريت حرفيا السيفتي قبل ما جيبي للسكوتر بأسبوعيني يعني أنا حوزت فلوس السيفتي فأنت لازم تكون مسؤول وتخاف على نفسك وأهلك لما يلاقوك أنت خايف على نفسك وتقول لهم آه أنا عايز أجيب متسك لأحسن أكيد مش هيقول لك لأ لأنه هو شايف قدي أنت إنسان مسؤول معلش لو كنت طولت عليكم بس أنا حبيت أقول لكم كل اللي أنا عرفه والتجربة اللي حصلت معي لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة ياريت تشترك دلوقتي وما تنساش تعمل لايك واستنى الفيديو بتاع الأسبوع الجاي سلام